نشاهد في هذه المذكرات الفنان نجيب رحاني الذي كان معروف بأنه مسيحي الديانة يشيد بالقرآن الكريم في هذه المذكرات التي أتت تحت عنوان نزهة الحنطور مع الشيخ رفعت أشار إلى أنه تعلم من القرآن الصبر، الشجاعة، قول الحق أيضا الطبيب المعالج لنجيب رحاني أشار إلى أنه حينما كان يذهب إليه من أجل أن يداوي مرضه كان يجد لديه القرآن الكريم كان يقول بأنه يرى المصحف الشريف على المندضة المجاورة لسرير نجيب رحاني أيضا حفيدة الشيخ رفعت أشارت إلى أنه الشيخ محمد رفعت كان صديق لنجيب رحاني وأنه كان يتلو عيات القرآن الكريم بشكل مكسف عليه هذا الأمر جعل هناك أحاديث كثيرة بأنه هناك احتمال كبير جدا بأن يكون نجيب رحاني أسلم ولكنه لم يتم الإعلان عن هذا الأمر وأشار إلى إشهدته بالقرآن الكريم دليلا على هذا الأمر ووجود المصحف الشريف بجوار سريره كما أشار هذا الطبيب وأيضا إعجابه وصدقته بالشيخ محمد رفعت اشتركوا في القناة